بسم الله الرحمن الرحيم أظن كده ممكن نختم السلسلة بإذن الله يعني كان كل اللي يهمني بس في الآخر عشانا برضو يعني أكدنا أنا عارفه لاي طولت شوية بس يعني كان كل اللي يهمني في الآخر نحن إيه نبقى دردشنا ما بعد شوية إزاي تدور على مصادر التدريس المختلفة إزاي تدور على الكتب المختلفة للمادة العلمية ما كنا فيش بس بالكلام اللي أنا سماعته من الأستاذ اللي شرح لي ومتخيل أنا كده خلاص بقى مجرد بس أن تدخلوني أنا أشرح وأنا هبقى شاطر عشانا أحافظ كلمتين لا التدريس محتاج إعداد كويس جدا فيه مصادر كتير ده أنا أدرب نفسي عليها الأصل أن كل سنة أو كل تيرم الدكتور يقعد مع معاونين التدريس وياخد رأيهم كده تحب ونشرح من أنهي كتاب طب أنهي طبعة جوا الكتاب ده لأن الطبعات المختلفة ممكن كل طبعة تكون تتداركة الأخطاء اللي كانت في طبعات القبل كدوة ممكن يشرحوا مثلا نص المادة من الكتاب الفلاني نصها من الكتاب الفلاني المفروض يكون فيه وجهات نظر في حاجات زي كده أنصحك أن أنت تلم حتى شوية بالمصادر المختلفة جوه الشرح كل مقرر يعني إزاي ترتب أفكارك الجدول اللي قلت لك عليه أن أنت كل حتة في المقرر تبقى عارف إيه هدفك منها هتسأل الطلبة عنها إزاي في آخر السنة مثلا أو في الميت تيرم إيه الأنشطة اللي ممكن يعملوها إيه الوسائل التعليمية اللي ممكن تساعدني وأنا بشرحها إيه المحتوى ده هجيبه منين هجيبه من كتاب الفلاني ولا من كتاب الفلاني كده إزاي رتب دماغي بالجدول اللي تكلمنا عنه إزاي أدعم المحتوى هو وسائل تعليمية علشان مبقاش كل الشرحة برا عن المحاضرة وخلاص وكلمتك إزاي تحاول تكسر الملل بتاع المحاضرة إزاي تجاهز انتحانات لديه بدون الحاجات اللي بتغيب على الناس كتير ممكن حتى مسلا المعايدين اللي في الكليات ربنا يكلمه بعد ما يقلص الدكتوراه ويتعين تلاقيه مش محدش قال له أصلا يجاهز انتحانات من بدري طول عمره هو أصلا عنده شوية مسائل بيشرحها وخلاص وحتى آخر السنة المسائل دي هو الدكتور باللي بيحط الانتحان بنفسه فهو أصلا مش مركز النواي إزاي يعمل ملاب فورد وفيه الانتحان وفيه توزيع الدرجات وفيه الحاجة إزاي كده الورقة الانتحانية ومواصفاتها حاجة مهمة أنك تحاول تتضرب على نفسك عليها من بدري أوراق الجودة طبعا أغلب الجماعات النهاردة بيتهتم بالجودة حتى الجماعات الخاصة بتسعى أنها تاخد الجودة فعلى ألقل تسمع شوية عنها لكن احنا مدرش نشرحها هنا هوت علشان زي ما قلتها كده كل سنة بتتغير أو كل فترة كده بيبانيهم أوراق وليهم وكل كوة كلية ليهم دماغهم وليهم فكرهم فلزا تعليمها جوا عندهم لكن لو لقيت محاضرات على النت ممكن تبقى تسمعها مش تخسر حاجة مثلا حاولت تضيلك تطش كده لها بس إيه أعرفك إيه حمل الجودة بيعمل إزاي آخر حاجة خاصة أنك تتضرب على مهارات التدريس والذي ما قلت لك التدريس مش مجرد واحد ما عملت علمية وهو ريكوردر داخل يقولها وخلاص تاني حاجة التدريب مهم لأن انت ما بتطلعش العملية من أول مرة مهما كنت يعني زي تعامل زي الواحد اللي بيحتاج يسخن الأول قبل ما يخش ينزل الملعب زي ما بيقوله يعني فمحتاج حاجة زي جدوات كان كل يعني أعملي زي ما قلت لك أنا كياسر محدش شرح لي الكلام ده هوت لكن ربنا أراض شفت مثلا المحاضرات زي تي او تي شفت مثلا دكاترة بيشرحه شفت دكاترة بيشرحه وكنت عايز أقلدهم أنا شايف أنه ما شاء الله مستوى مبهر جدا فيه دكاترة بيشرحه وأنا حلفت بالله وقلت يا رب سعيدني أنا عمري ما أبقى كده عمري ما أشرح بالطريقة دي أبدا ففيه نمازج يعني حسن وفيه نمازج بديع ربنا عزوالله نجيني منها فيه دكاترة أنا شفتهم زي ما قلت لك ما هو مش عايز يعلمك مش عايز يشرح لك حتى لو كنت متعين في المكان بالعكس ده سبب أكبر يخليه ما يشرح لكش يقول لك خليه بقى هو يشرح هو يذاكر لواحد ومش هو عايز يبقى دكتور وسطينا خليه كده يعني دي حاجات متقاش كويسة ده اللي كان يمن لك تخط لك منه تدرب نفسك كويس على مضوع التدريب والتدريس ولعله عسى يكون لك قناة على يوتيوب برضو زي ما قلت لك لعله عسى تنفعك إن شاء الله في السي في بتاعتك إن شاء الله أنت بتقدم علشان تعود شوية حيث خبرة التدريس اللي أنت قدرت تتعرض أو كده هوات لو تمكنت شوية ممكن تاخد مثلا تدي كورسات على يوديمي أو على منصات تانية عشان تكسب من وراها فلوس ممكن تتطوع حتى في بعض شركات التدريب أو بعض الساناتر أو كده هوات حتى لو التطوع يعني من الباب أن أنت تشرح حاجة للناس يعني أنت بتتدرب وبستفيد ولعله عسى تنشر علم يعني لله سبحانه وتعالى في نفس الوقت إيه بتكون بتجهز نفسك إن شاء الله للتدريب الحقيقي لو أنت إن شاء الله ربنا كرمك وتعينت أو كده هوات أخر نصحتين سريعا جدا أن أنت فكرك دايما بالدروس الدينية أن أنت تتعلم دايما أداب العالم المتعلم تتعلم أداب طالب العلم ما تستهونش بحاجة زي كده هوات والله يعني يمكن يعني عز حاجة استفدناها بفضل الله سبحانه وتعالى هي الدروس الدروس الزي كده هوات لأنك حتشوف حاجات ممكن حاجات غير أخلاقية بتحصل هتلاقي غش هتلاقي مشاكل كتير فيعني هتلاقي ناس ممكن ربنا بيديله العلم والموهبة مع ذلك عنده نوع من الغرور عنده نوع من استثال أزية الناس فأنصحك أن أنت دايما تلتزم بالأداب العلم الشرعي لأنه هي دي النجاة بإذن الله في الآخر يعني إحنا في الآخر كلنا يعني جايين نشتغل لنا أخيرتنا في الآخر يعني نحن بنشتغل عشان إيه نازل ربنا سبحانه وتعالى قبل ونوضع بين إيديه يعني الموضوع مش منظرة على بعض ولا أنا كنت أول الضفعة فأنا بقيت معيد وأنا الدكتور يؤثلاني وأنا بشتغل في جميع يعني المنظرة دي كلها ماشا أي لازمة في الآخر ماشا أي قيمة أصلا يعني وآخر حاجة خالص بنصحك أن أنت مهما ربنا كرمك وبلغت من العلم ومهما كنت شاطر في تدريسك أوعى تحبط حد يعني الطالبة اللي عادين قدام منك كلهم في المدرج دولت كل واحد منهم أنت هتتسأل عنه قدام ربنا عز وجل فأوعى أن أنت مثلا تقول لحد كلمة محبطة أوعى تتكسر مأديفه أوعى تقول له أنت طالب مهمل أو كسلان وتعرفش ظروفه إيه وفي نفس الوقت تخلي بالك أنا مش عايز تقليل إيه زياد عن اللازم بس النظرين لو أنت بتشرح كويسا ومكانش ينام في المحاضرة فخلي بالك إحنا برضو إيه سهل نردها عليك يعني أنت دايما حاول تتهم نفسك أسهل من أنت إيه ترمي كلام على الحد ويعي ما شفنا طلبة دكاترة أحبطوهم والأخير ربنا كرم ومشاء الله الطالب ده بقى بيقبض مرتب أكتر من الدكتور وأضعاف كمان يعني في أماكن مرموقة وفي شركات كبيرة حاجات زي كده فإيك تحبت حاول تساعد الطلبة العد ما تقدر بس يعني ما تشاعدش نفسك ده العنال لازم برضو يعني في حدود ما يقدرش نعمل كل حاجة لكن حاول تساعد الناس أنت المحاضرة بتاعتك تبقى شيخة والناس عادة تسمعك وكده ما تكسرش معدي في حد المرة التانية أو تحرص على الطلبة كلهم كلهم التدريس ده المفروض أن كلهم زي يعني زي إخوتك الثغارين لو أنت كبير شوية في السنة بزي أولادك يعني حاول تبقى حريص عليهم ولعله عاصل لو أنت بجد صادق في أنك حريص عليهم ولعله عاصل ربنا يكتب لك القبول عندهم ويبقوا حابينك ويبقوا صعداء بيك ويبقوا بيدعولك حتى لأن أنت دعوة من واحد زي كده أنت لا هتاخد مرتب كبير قوي للدرجات ولا يعني هي فيها بريستيج أو صمع قوي زي ما أنت متخيل ولا أي حاجة خالص يعني مهن التدريس دي أصلا أنت نظريا بتحرق في دمك وعصابك عشان تنور الطريق لناس دانية بس فإنت لو ما كنتش بتعمل كده لله فالنظريا مش سفيد حاجة بالدنيا صدقني يعني فده اللي نصحك به أرجو لعظة أجل أن يكون يعني السلسلة دي بس يعني نورت لك الطريق سنة بحاجة بسيطة بس يعني كلمة تدريس بس يعني ده اللي يهمني بس فتحنا شوية كلام مع بعض بس لا على عصر إن شاء الله أنها تساعدك بإذن الله يا رب يعني يكون ربنا كرمك وتبقى من الناس المبدعين اللي فعلا نوروا الطريق لغيرهم وفعلا يبقى يشاري إليهم بالبنان في تخصصاتهم وفي علومهم وكده ربنا ينفع بيك بإذن الله وأكد عليك المرة التانية درب نفسك واستعيد للفرصة قبل ما تجيلك بإذن الله يعني ربنا يسهل بإذن الله إن شاء الله الحلمنا عندنا بإذن الله شكرا جزيلا لو في حد عنده أسئلة أو حاجة زي كده ممكن يقولي إن شاء الله نسجل فيديوهات بعد الخاطبة بأن نرد على حتة معينة أو كده هو ربنا يسرح المنا شكرا